موسيقى 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 يمين يقول لا تنكر الشاكو على متبرمي قلق الحياة كمن يشاك بثوبه يا سلام الحلاوة لا تنكر الشاكو على متبرمي قلق الحياة كمن يشاك بثوبه يعني لبس توب كل شوق ده يبعا يعمل ايه؟ فأرجوك لا تنكر الشاكو على متبرمي أرجوكو إذا استمعنا لبعض الحياة هتبقى مختلفة كتير في في السمع كمان راحة يعني الفتفضة دي حاجة عظيمة جدا وأنا النهار دا عايز أقول لكم حاجة يعني خاصة بيا لكن خاصة بيكو كمان هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها عايز تنساها عايز تاخدها أخدها أنا أفدتني بشكل فوق ما أي حد يتصور إحنا على أعتاب شهر رمضان الكريم والناس كلها يعني بتهتم في رمضان بتفاصيل كتير وإنت اهتم زي ما أنت عايز أولا تسمع حد يقول لك ما تفرجش عن المسلسلات ما تعملش مش أعمل اللي أنت عايزه يعني كفاية خنقة كل واحد أضرب ظروفه صلي الصلاة اللي أنت عارفها وصوم الصوم اللي أنت عارفه وتمتع بالأيام زي ما أنت عايز لكن في عاد عندنا كمصريين إحنا عشاق عشاق الدين فإحنا نقرأ القرآن الكريم في رمضان وبعدين في حد شاطر قوي قديم قوي 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 أنا معرفوش مين قال لك هم 30 جزء فنقرأ كل يوم جزء وحاجة لطيفة كمان إما ييجي بقى يقولوا إيه رمضان بكرة كل سنة والطيبين بلغكم جميعا وبلغني معكم رمضان إن شاء الله يقولوا رمضان بكرة تبدأ بقى صلاة التراوح في الجوامع على طول فيبدأوا الجزء من يوم اللي هو قبل رمضان بحيث أن يوم 29 يختموا القرآن الكريم وفيه بقى رضو في مكة بيختموا يوم 28 أو 27 حسب الله وفيه مساجد بتصلي كل يوم بجزء وفيه مساجد بتصلي زي ما أعيزها وده كله يعني أمور لو عايزين أحكي لكم طبعا الأسبوع الجاي إن شاء الله الثلاث حلقات القادمين إن شاء الله إذا عايشنا حيبقوا عن رمضان فعن الكلام فيه من أكتر بس أنا عايز أقول حاجة بسيطة الكرآن إحنا بنجي نقراه في رمضان جزء يلا عايزين نخلص جزء عايزين نخلص جزء عايزين نخلص هذا عمل طيب جدا فيه سواب قطعا من ربنا الله قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكن فيه في القرآن آيات بتقولك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وآية تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو يزوجه فيه اختلافا كثيرا فالتدبر هتلاقي صعب فيه كلمات أنت مش فاهمها لأنها كلمات عربية تقيلة مش تقيلة في المعنى كلمات عميقة فستتفسيرها يبقى يبقى صعب عليك يعني لكن والله أنا ما نشدليه خالص في اللغة العربية وبزلت موجود كبير في المشوار ده إيه هو بقى أنك أنت لما بتقرأ أول ما بتبدأ بتهم كده أول آية وتانية آية وتالية آية بتبقى عارف أنت بتقرأ أي أنا بحيث أنه في الآية الخامسة أنت بقى صراحة تبقى في حاجات كتير بس بتقرأ لكن مش واخد بالك إيه المعاني اللي موجودة القرآن في ميزة عبقرية كل حاجة كل حاجة فيها عبقرية بس في ميزة يعني أنه تفسيره هي أراء يعني تفسيره هي أراء فقط تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير وتفسير الكرطبي وتفسير مش عارف مين وتفسير مين وتفسير مين الله ده ناس كتير بتفسر ما فيش تفسير بيقول هو ده التفسير الحاسم للكرآن الكريم ودي عظمة هذا الكتاب وبالتالي أنت مش مهم أو تعرف التبسير لأنه فيه كلام كتير لكن أنت لو قريت بالراحة وخلصت جزء في رمضان هيكون أفياد لك كتير جدا 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 أفياد لك مش بتكلم على السواب اللي هو من عند الله لكن تقرأ بالراحة يعني تقرأ أول ما تحس إنك سرحت ارجع تاني ارجع تاني هتكتشف طول ما أنت بتقرأ مش بس إعجاز هتكتشف إنسانيات رهيبة و هتكتشف معاني يعني في منتهى منتهى الجمال أنت ما بتاخدش بالك منها لأنك بتقرأ عايز تخلص الجزء ده عمل اللي أنا قلت طيب لكن لو فكرت أكتر و أنه أنت بتقرأ بالراحة و أنا بقول لصحابي دايما أنه و أنت بتيجي تصلي اللي بيصلي في البيت يعني أو بيصلي في المسجد الصلاة اللي هي السرية اللي هي صنة الظهر و صنة العصر لو أنت جبت أيتين من أي صورة تعجبك يعني مثلا أبطيلك مثال مثلا صورة مثلا الإسراء مثلا أعوذ بالله من الشتر جيم أقم الصلاة لذلك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا و من الليل فتهجت به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا و قل ربي أدخلني مدخلة صدقة و أخرجني مخرجة صدقة و أجعلني من لدنك سلطانة نصيرة و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زوقا شوفي الكمال إيه الرواح ديه و أنا بقول جزمي بأشر أنت جيت عند الآية دي و عجبتك القرآن كله عجبك إنما يعني فيها معاني إنسانية جميلة جدا خلاص احفظها و قولها في الصلاة مش هتعرف تقول غير أي يعني أي واحدة منها اللي أقم الصلاة دي وتقف تكمل صلاة وبعدين هاتها تاني وهاتها تالت هتلاقي نفسك حفظت حاجات الميزة فيها مش في الحفظ الميزة فيها في استقرار المعنى جواك استقرار المعنى لأنه هو ده القرآن القرآن مش كتاب عشان تحفظه ده حفظه قويس لكن استقرار المعنى قلوبك الحجارة أو أشد قسوة فيه كده أو فيه كده تقوم أنت تبص القلبك أخباره إيه وهكذا الله نور السماعة والأرض مثال نوري كمش كاتن فيها مصباح المصباح إيه الجمال ده صورة النور حاول تشوف القرآن بالطريقة دي وقل لي هتعمل معك إيه هتلاقي نفسك في حالة تانية خالص أنا رأي شخصي أن أنت لو قرأت صفحة كل يوم بالصورة دي هتحقق لك الإفادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل القرآن من أجلها وكانت صحابة رضي الله عنهم جميعا القضية عندهم مش الحفظ ولذلك لما حصلت الحروب بتالي حافظت القرآن حيموتوا بيموتوا بيتقتلوا يعني مش كلهم حفظين لكن كانوا يسمعوا آيات يحفظوها آيات سبع آيات تسع آيات عشر آيات زي ما يكون ويعملوا بها ثم يشوفوا غيرها تشوفوا العبقرية هي دي الميزة القرآن كتاب تقرأه عشان السواب طيب قويس جدا إنما حاولت والله ما حتلاقي فيه أي صعوبة الآية اللي انت حتلاقي فيها فيها يعني بالنسبة لك صعوبة في إنها أسباب النزول وتكون خاصة بواقع معينة وحاجة زي كده مش بقول لك هي دي إنما غير كده الآيات في القرآن هو عالم وحكلمكم تاني إن شاء الله عن الحكاية دي بس إيه يعني إحنا بنتكلم عن النهاردة عن المعافرة من كان توقمه الشقاء وصن وهو فشبابه حرب عليه كشيبي شوفيز بتاعه إيه تا من كان توقمه الشقاء يعني الشقاء لازق فيه وصنوه لازق فيه فشبابه الشباب حرب عليه كشيبي ده الشاعر عبد الحميد الكاتب أحد الشعراء السعليق ليهم حكاية طويلة إذا أردتم أن أحكيها لكم فأنا على تم استعداد وأحب جدا أحكي لكم عن شاعر يعني يعني ليه حدوتة جميلة جدا جدا عافية نورو بن هود والقصة اللي هي الحاجة اللي ممكن تحسن خرافي وسعلوك ومشعلوك وكلمة سعلوك دي فيها كلام وفيها حكايات لكن خلينا في المعافرة من كان إيه توقمه الشقاء وصن وهو فشبابه حرب عليه كشيبي الشيبي ده حرب أه محركة لذين أسألون أنا يلا نوريكو بقى ست مرمضان ست زي العزل